صور تعرض أحد أنصار فريق بنفكا للضرب خارج ملعب مدينة جيم مرايس أثار غضبا في البرتغال وفتح تحقيق بالموضوع بعد أن تقدم المعتدى عليه ويدعى خوسي ماجليس بشك وضد الشرطة التي احتجزته بتهمة الإساءة إلى رجل أمن لكن خوسي ينفي هذه التهمة نفيا قاطعا ويقول ما قلته له وأنا أتحدث عن القاعات أنه يجب أن يقلق مما يحدث داخلها فهناك أناس كثيرون علقون حاولت أن أشرح أنه يجب إيجاد حل للوضع لكنني أعتقد أن حركاتي أدت إلى ما جرى هذا الحادث وقع تحت أعيني ولدي خوسي وحين أجهش أصغرهما بالبكاء أمسك به شرطيان آخران ويتابع خوسي الشيء الوحيد أن جونكالو قال لي في المنزل يا أبي شعوري بالعطش أدى إلى هذه المشكلة لقد أحس بالذنب لأننا غادرنا الملعب طلبا للماء فكان ما حدث والد خوسي حاول تدخل فحصل على نصيبه من الشرطة العائلة كانت تشاهد مباراة حصد فيها بنيفكاء لقب بطل البرتغال للمرة الرابعة وثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر